رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في ميونيخ انتقادات الرئيس الألماني ومسؤولين أوروبيين آخرين بشأن سياسة الانطواء وأنانية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال إنها ليست واقعية كما وجه بومبيو أثناء مؤتمر الأمن في ميونيخ انتقادات إلى كل من إيران وصين إن الصواريخ الإيرانية تستهتف المنشآت النفطية السعودية ووكلاء حربها موجودون في العراق ولبنان وسوريا واليمن أما الصين فإنها تنتهك المنطقة التجارية الخاصة بالفيتنام والفليبين وإندونيسيا ولديها نزاعات حدودية وبحرية مع جميع جيرانها هذا وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن الغرب مخطئ باعتقاده أن قيمه ستسود العالم لأن المستقبل منبئ بنمو أجندات وقيم لدول ستؤثر في قيم الغرب وذلك في رد على كلمة وزير الخارجي الأمريكي ماي فومبيو التي حاول فيها تقليل قلق أوروبا من تداعي الوحدة عبر الأطلسي لقد اعتقدنا قبل 15 عاما أن قيمنا عالمية وبأننا سنتحكم بالعالم على المدى البعيد وبأننا متحكمون من خلال الوسائل التكنولوجية والعسكرية لكنني عندما أتطلع إلى العشرة أو الخمسة عشر عاما المقبلة فسنكون متأثرين بأجندات آخرين وقيمهم المتنامية كلمة افتتاح مؤتمر ميونيخ التي يلقاها الرئيس الألماني حملت الكثير من الانتقاد إلى دول ثلاث تملك من القوة ما لا يملكه العالم بأسره إشتان ماير انتقد واشنطن وبكين وموسكو معتبرا أن ما تقوم به هذه الدول لا يساعد على استتباب الأمن في العالم روسيا ضمت القرم بالقوى العسكرية دون اعتبار للاتحاد الأوروبي والصين لا تحترم القانون الدولي إلا عندما يتعلق الأمر بغيرها أما واشنطن حليفتنا فهي تعمل تحت سياسة أنا أو لا أحد ملفات عديدة على طاولة مؤتمر ميونيخ للأمن أهمها قضايا الصراع في الشرق الأوسط من سوريا إلى العراق إلى ليبيا ولبنان فضلا عن التوترات بين واشنطن وطهران وأيضا مكافحة الإرهاب التي اعتبر وزير الدفاع الأمريكي أن واشنطن والحلفاء حققوا إنجازا كبيرا في القضاء عليه معا حققنا انتصارا كاسحا على تنظيم الدولة وقتلنا زعيمه وحررنا الملايين من سطوة بربريته لكن عملنا لم ينتهي بعد على أعضاء تحالفنا البقاء يقضين في مواجهة عدو خطير على الدوام مؤتمر ميونيخ في نسخته لـ 2020 سيبحث أيضا تضارب المصالح بين أمن الطاقة وأمن المناخ فضلا عن مخاطر فيروس كورونا ومنفات أمن المعلومات للأفراد حول العالم وجهات نظر متبينة بين المشاركين في مؤتمر ميونيخ تعكس الخلافات وتبرز التحديات في ظل الأزمات وبما أن هذا المؤتمر لا يخرج بقرارات ملزمة فأن التصريحات الأحدية هي أكثر من يحدث صدن في أرويقة هذا الفندق محمد حجي العربي ميونيخ ويبقى معنا من ميونيخ مرسلنا محمد الحاجي محمد كثير من المواقف اليوم على لسان وزير الخارجية الأمريكي أيضا سمعنا إلى الرئيس الفرنسي ووزير الخارجية الإيراني كما ذكرت في التقرير هذا المؤتمر يمكن أن نصفه بأنه ليس جامعا بل يؤشر على انقسام واضح في المواقف نعم ريمة الواضح أيضا أن كل طرف يحاول التوجيه التهم للآخر وجعله عدوا بشكل علني رئيس الفرنسي قالها صراحة بأن أوروبا اليوم لا يمكن لها أن تتقدم في ظل ما يحدث من قرارات أحاديث الجانب من بعض الدول وهنا أشار إلى الصين وإلى واشنطن رغم أنه تمنى أن هذه الدول تعمل في صناعة المستقبل بينما أوروبا العجوز ما زالت إلى حد اللحظة تبحث في ميزانية المستقبل التي لن تتفق عليها إلى حد اللحظة الرئيس الألماني وجه التهمة لواشنطن وفكين وموسكو بأنها تعرق الأمن في العالم بينما رد عليه كما جاء منذ قليل وزير الخارجية بومبيو الذي قال بأن واشنطن ترفض ما وجه إليها من اتهامات إذن كل طرف يحاول أن يوجه علنية أصبع الاتهام نحو الطرف الآخر هنا أيضا هناك تصريحات بملف آخر بأنك بدأت النشرة بملف إدلب وهي تصريحات وزير الخارجية التركي في المقبل الآخر قال الرجل خلال لقائه مع وزير خارجي الألماني بأن وفد تركي سيذهب إلى موسكو يوم الأثنين لبحث ملف إدلب مع الجانب الروسي وقال بأنه يجب أن يحل هذا الموضوع سياسيا بالتعاومة تحت أوروبي لكن في حال النظام السوري استمر في قصف الجود الأتراك فإن تركيا لن ترود إلا بحزم على ما جاء على كل حال البعض أصب سأعمل الآن هناك كلمة لوزير الخارجية الإيراني وبعدها سيرجي لافروف وزير خارجية الروسي لمعرفة هذا اليوم الطويل والأهم في مؤتمر ميونيك كيف سيش يرشح عنه من خطبات وردود فعل على تصريحات اليوم الأول هل يمكن القول أن سياسة ترامب الخارجية سياسة الإدارة الأمريكية هي التي أثرت في نتائج ووقائع هذا المؤتمر؟ يبدو ريمة أن هناك شبه قناعة لدى المجتمعين في ميونيك بأن ترامب سيذهب إلى ولاية ثانية لذلك كل تصريحات تتجه نحو هذا الجانب بأن يجب على الجانب الأمريكي أن يتعاون بشكل وثيق أكثر وبسلاسة أكثر ولا يتخذ كما قال رئيس الألماني سياسة أنا ومن بعد الطفان هذه السياسة تزعج أوروبينا وخاصة رئيس الفرنسي الذي يريد أن يكون زعيم لأوروبا بعد خروج بريطانيا عبر البريكزيت وبالتالي هو بحاجة لأن يصنع وأن يشكل تكتل أوروبي قوي يكون اليوم قادر على الوقوف بوجه واشنطن وبكين وأيضا موسكو على قلبي على مستوى الندية نعم هناك شبه اقتناء على الأوروبيين بأن ترامب يتجه مبأشرة نحو جولة انتخابية ثانية أو دورة رئاسية ثانية شكرا جزيلا لك من مينيخ مرسلنا محمد الحاجي وكما قلت